بعد ما بتخلص حل في الانسس في الفلونت او السيف اكس وبتعرض النتائج في السيف دي بوست بتلاقي نفسك في الاخر عايز تعرض النتائج دي على شكل صور في ملف وورد في ريبورت انت بتكتبه وعايز تقارم ما بين كيس وكيس على شكل صور وتخطوهم جميع بعض فانت لو عندك كيس كتيرة ودخلت على السيف دي بوست عشان تعملك سبورت للصورة دي فانت بتعمل كليكة على علامة بتاعة الكاميرا ديت وتختار المكان اللوكيشن والريزوليوشن بتاع الصورة اللي انت عايزها وبدو السيب هتعمل الخطوات دي كتير قوي وكمان لو عندك كتير موضوع هي امورها جدا ففيه طريقة ان انت بتعمل حاجة اسمها داخل السيف دي بوست وبتخلي الريبورت دي يحصل لك سبورت عند كل الدزاين بوينت وبالتالي يوفر عليك وقت ان انت ما تعدش تعمل سيف لكل صورة صورة فعشان تعمل الريبورت دا لو انت بصيت على الشمال هتلاقي الريبورت اهو مكتوب وفيه شوية حاجات متعلم عليها صح دي شوية داتا عامة خاصة بالملف مفاشية حاجة خاصة ان تخص النتائج ممكن تشوف فان انت تعمل علي الريبورت فيور هنا تشوف الريبورت دا بعرق ايه دي مش هتبقى مفيد ايه بالنسبالك انت عايز اضيف في الريبورت دا الفيجر للكنتوردهagers دا الكنتور بتاعي لما積د على الرجع هيرجعه لي تاني اهوة انا عايز اضيف الكنتورز ديت في الريبورت بتاعي فاتأكد الاول ان كل الخاصة باللكنتور دا مصبوطة وبالاخص الرنج لان انت لم يفضط الريبورت دا ما تقارن الصور بوعدها فانا سببت الريبورت هنا ومتأكد ان كل الاسبورد دي مص ومش لازم احط علامة الصحرية هشيلها. والفجر احط اي مسمى اللي انا عايزه يبدل على ده. وهدوس اوكي. كده هو عامل من ده وحطه لي في بتاعت مسمى فجر واحد. لو جيت اعمل هنا دست عليها. ودست هبص تحت هلاقي الصورة بتاعتي اللي هي خاصة بالكونتور اتحطت في ده. وبرضه لازم اتأكد من بتاعت الربورت هدوس هنا هلاقي هنا الخاصة بيه هنا بختار وشكل الصور هيبقى في الامتداد بتاعتها ايه? بعد ما اضبط ديت. بعد ما خلصت الربورت ده هقفل خالص وادخل على هلاقي هنا في البرامتر فيه طبعا فيه مجموعة من عند درجات حر مختلفة وطبعا عند كل دزاين بوينت هاقي فيه كنتور مختلف. فهعلم على علامة الصحة دي الخاصة بكل دزاين بوينتس واجه هنا في البروجيكت. وافتح قائمة الخاصة بالرزلتس. هعمل تلك هنا على الرزلتس. ولو قائمة العليمين دي مش موجودة هدوس واختار من هنا. هلاقي هنا في القائمة بتاعت الرزلت ديت. في حاجة اسمها بابل الشبولت هاعلم عليها صحة. هي في مش باعليها صحة. فانا هاعلم عليها الصح واسيب ديت كل حاجة تانية مش هغير فيها حاجة. وبعد كده ادوس بعد ما بيخلص بيخلص لكل دزاين بوينتس. هتفتح بتاع البروجيكت بتاعك. هتلاقي فيه فولدر لكل دزاين بوينت. من في الحالة بتاعت هنا. فهو الفولدر ده بيمثل دي. فهفتحه. هلاقي فيه جزء خاص بالبوست اللي هو بوست بروسسينج. اللي هو يعتبر بوست. هفتحه. هلاقي فيه روبورت. هفتحه. هفتح برضو كلمة فولدر روبورت التاني ده. هلاقي فيه الفايل خاص او الفايل الصورة الخاص بالكيس ديت. اقدر افتحه. وابدأ اقارنه لو انا محتاج بقى احط مجموعات الصور دي مع بعضها مع الكيسات التانية المختلفة. اقدر اتكرر نفس الكلام هنا. افتح مثلا دزاين بوينت الرابعة. افتح نفس الفولدر في البوست في ريبورت ريبورت. هلاقي برضو الصورة بتاعاتها موجودة. وتالي اقدر اقارن الصور كلها ببعض. مش محتاج ان انا افتح دزاين بوينت كل دزاين بوينت لوحدها واطلع الصورة منها. طبعا دي مفيدة جدا. اتوفر معك وقت كبير لما يبقى عندك بروجيكت كبير وكيسة كبيرة عاملها موديل وعامل راسب كنتورز كتيرة وفيكتورز وشارتز. فانت عشان تفتح في كل واحدة وتعمل اكسبورت لكل صورة الوحدة اخد منها كبيرة. الطرية دي هتوفر معك وقت جامد. يا رب الفيديو دايكم مفيد. شوفوا الفيديو الجاي. سلام.